سبعة أيام خلت دون إنفاذ أول بنوده يمضي اتفاق الرياض محاطاً بالكثير من الشكوك والتكهنات حول مصيره من المفترض عودة الحكومة بعد سبعة أيام من التوقيع على الاتفاق أي بتاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري غير أن الموعدة فات دون عودة حكومة الدكتور معين أو ظهور مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل قوامها بالإضافة إلى عدم تسمية أعضاء اللجنة المشرفة على الاتفاق حتى اللحظة تعثر عودة الحكومة يفتح المزيد من التكهنات حول مصير اتفاق الرياض بالمجمل في ظل تأكيدات مراقبين بأن الاتفاق خلق ميتاً نظراً للظروف التي أنتجته تقول مصادر حكومية إن قرار تأجيل العودة يتعلق بترتيبات أمنية وعسكرية فيما لا تقول شيئاً بخصوص جزئية إعادة تشكيل الحكومة مصادر أخرى كشفت أن هذه الترتيبات تتمثل بجملة من الشروط الجديدة التي وضعها الانتقالي وتبنتها السعودية ومنها انسحاب قوات الشرعية من أبياً وشبوة مقابل سماح الانتقالي بعودة رئيس الوزراء إلى عدن غير أن ما هو أبعد من ذلك تبرز مهددات أخرى قد تحول دون إنجاح اتفاق الرياض منها التفسير المتضارب والانتقائي لبنود الاتفاق وتحديداً حول عودة الحكومة هل تكون بكامل سلطتها أم أنها مجرد عودة شكلية لتنفيذ المطالب وأجندة الانتقالي وداعمي منذ أيام تتحدث التقارير عن استلام قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي للعديد من المؤسسات العامة في عدن كخطوة على طريق تطبيق الاتفاق في مشهد يذكر بما تفعله جماعة الحوثي في اتفاقات مشابهة ونحن نقوم بتأمين مداخل عدن ومخارجها كامل وتحت قيادة رئيس المجلس الانتقالي بعد الاتفاق الذي حصل بالرياض بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفي حين كان الانتقالي مستنفراً بكل قياداته وأنصاره لرفض إنزال العلم الخاص بهم من على المباني الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن تزداد الشكوك حول إمكانية تنفيذ الاتفاق ومدى قدرة الأطراف الرائية له على الوصول به إلى غايته